بسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمة وبركة من الأهل وردها دور كلها أمين كل سنة حضرتكم طيبين نزبط النهر للقديس العظيم البابا بطرس وعايز أكلمكم النهاردة عن موضوع يهمنا جدا سليمان الحكيم ألف أمثال حداشر تلاتة رابح النفوس حكيم بس قبل ما اتكلم في الموضوع عايز أدي حضراتكم فكرة عن أمر مهم جدا أو ركيزة مهمة جدا المسيح قالها في إنجيل لوقة الكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم وعلشان الواحد يقدر يعمل كده محتاج أمر مهم يميز المسيحية ويميز الإنسان المسيحي وهو المحبة أقولكم خمس حاجات في المحبة وبعدين أدخل في الموضوع اللي يفتش كده في الكتاب المقدس هيلاقي المحبة أول حاجة على ما ليك اتنين دين عليك تلاتة مفتاح معاك أول تاني أول حاجة على ما ليك اتنين دين عليك تلاتة مفتاح معاك على ما ليك لأنه المسيح قال بهذا يعرف الناس أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض والحقيقة المحبة بما تحمله الفضيلة من معاني كثيرة تميز الإنسان المسيحي الأمر الثاني أن المحبة دين عليك ودي قالها بوليس الرسول في رسالة الأهل رمية تلاتةاشر تمانية لما قال لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضكم بعض يعني ما تتدينش لحد بفلوس لكن تتدين لحد بمحبتك وأي إنسان عليه دين ما بينامش الليل تتخيلوا إن إحنا مديونين لكل الناس بدون تمييز بمحبتنا ليهم فالمحبة الإنسان المسيحي تبدأ بالقريب وتمر بالغريب وتنتهي بالعدو عشان كده محبة الإنسان المسيحي تتميز أنها بدون شرط بدون رد بدون تمييز يمكن الكلام يبقى صعب عليكم لكن هي دي الحقيقة نحن مديونين بمحبتنا لكل الناس بداية من القريب ومرورا بالغريب ونهاية بالعدو مديونين لمحبتنا للناس بدون شرط بدون رد بدون تمييز الأمر الثالث أن المحبة مفتاح معاك قلنا علامة ليك دين عليك مفتاح معاك ومفتاح معاك دي لما الشاب الغني راح قابل المسيح وقال له ماذا أعمل لأرس الحياة الأبدية قال له احفظ الوصايا قال له حفظتها منذ حداثتي ايه قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ونفسك وقدرتك وفكرك لكن التانية مهمة تحب قريبك كنفسك وكأن محبتنا لكل من نتعامل معاه هو المفتاح اللي هيدخلنا السماء نقول تاني المحبة علامة ليك المحبة دين عليك المحبة مفتاح معاك ولكن نمر أربعة لابد أن نعي أن المحبة موجهة لمن لا يستحق المحبة أنا عملا أضغط ما عليش سامحوني المحبة موجهة لمن لا يستحق المحبة والمسيح هو اللي قال كده قال إن أحببت من الذين يحبونكم فأي فضل لكم صحيح لو واحد بيحب الإنسان اللي بيحبه طبيعي لكن تحب الإنسان ما بيحبك هو ده الإنسان المسيحي وشفنا في الأيام اللي فاتت يعني عم نسين بتاع المرقصية لما يعني راح السماء في الحادث بتاع حد شعانين وعمر قديد استضاف مراته وقال لها تعملي إيه في الناس اللي قتلوا جوزك فقالت له أسامحهم فالرجل انبهر وتخض قال لها أنا لو منكو وحد قتل أبويا أقتلوا ألف مرة أنتوا باين عليكم من بعدا مختلف أي إحنا مختلفين إحنا محبتنا موجهة لمن لا يستحق المحب آخر حاجة أقولها في المحبة أنه علاقتنا أنه علاقتنا بالآخرين مراية لعلاقتنا بربنا علاقتنا بالآخرين مراية لعلاقتنا بربنا يعني إذا كان في حد أنا ما بحبوش أو ما بحتملوش أو متأسف أطيء العمى ولا طيقوش المشكلة حد مش قادر تحبه وهو قال كده إن قال أحد إني أحب الله وأبغد أخافه وكاذب لأن من لا يحب أخاه الذي يبصره كيف يقدر أن يحب الله الذي لم يبصره زي يعني ده ألف مرة تانية إن أحب بعضنا بعضا فالله يغبط فينا ومحبته قد تكملت فينا وكأن محبتنا لله تظل ناقصة لغاية لما نحب كل الناس أفلتكو أنا من الأول معلش حقكو علي أقول الخمس حاجة تانية أول حاجة المحبة على مليك اتنين دين عليك تلاتة مفتاح معاك أربعة المحبة موجهة لمن لا يستحق المحبة وأخيرا علاقتنا بالناس مراية واختبار لعلاقتنا بربنا لما تلاقي في حد مش قادر تحبه ومش قادر تتعامل معاه مش قادر تحتمله دور على علاقتك بالمسيح إيه اللخبطة اللي بينك وبين ربنا مخليهاك مش قادر تحب الناس وتتعامل معاه أدخل بقى في الموضوع وتسامحوني على الدخلة الصعبة دي لكن احنا طبعا كلنا بنفرح لما الناس تحبنا والناس تقول علينا كلام حل ونبقى عايزين يبقى فيه سلام بيننا وبين الآخرين عشان كده بقول لكم سليمان الحكيم في أمثال 11-3 قال رابح النفوس حكيم عايزة أكلمكم النهاردة عن كيف نربح الآخرين بس هقسمها تأسيمة كده إن شاء الله ما ننسهاش هقول سبع حاجات إزاي نربح الآخرين بعد أن ناخد نقطة نقطة أول حاجة كي ما تربح الآخرين محتاج قلب مطدع اتنين عين بسيطة تلاتة لسان حل أربعة وجه بشوش مبتسم خمسة أذن صاغية ستة إيد ممدودة سبعة كيان مختلف هنقولهم مع بعض نحفظهم إن شاء الله ناس مش نحفظهم عشان نحفظهم عشان ننفذهم أول حاجة عشان تربح الناس محتاج قلبه مطدع والإنسان المطدع هو الإنسان الذي يشعر في داخله أن جميع الناس أفضل منه تاني الإنسان المطدع حقيقة مسش مش المظهر الخارجي يمشي كده مطاطي وحتفت إيده على قلبه وكلم بالهاج لا 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 قد يكون هذا مظهر مزيف للإتضاع لكن الإنسان المطدع فعلا هو اللي يعرف حقيقة نفسه أنه تراد وأنه جميع الناس أفضل منه فيعمل إيه؟ أول حاجة يحترمهم أول حاجة يحترمهم والمسيح ضرب لنا أعظم مثل لما احترم المرأة السامرية وقال لها يا إمرأة وزي ما أنتم عارفين كلمة إمرأة يعني يا سيدتي تخيلوا أنه هذه الإنسانة اللي سمعتها مش رطيفة لدرجة أنها كانت بتروح الظهر تملى الميا عشان محدش يشوفها الوحيد اللي احترمها المسيح واستطاع باحترامه ليها أنه يربحها الإنسان صاحب القلب المتدع يحترم الناس اتنين يهتم بالناس والمسيح الحقيقة اهتم باتنين محدش كان بيهتم بيهم بل كانوا منبوزين وهو القصير قضع زكى العشار ومتى العشار يا حكاية العشرين دول العشرين دول كان ليهم صمعة مش حلو أبدا عند الشعب اليهودي لأنه هم كانوا بيشتغلوا لحساب الرومان فيبتدوا الناس الرومانيين قالوا لهم كده هتشتغلوا معنا وليكم بونس احنا محتاجين اخر اليوم تدونا عشر قروش جبتوا خمستاشر الخمسة في جبكو فالشعب اليهودي كان بيكره الناس دول لأنه هم بياخدوا من إخواتهم ويدوا الغريب بل بياخدوا من إخواتهم بزيادة فكان الإنسان العشار مكروه لدرجة أنه قالوا على زكى أنه رئيس عشرين وخاطي فكان العشرين لا يؤكلوهم يعدوا الشكل معاهم ولا يصافحوهم ولا تقبل شهادتهم في المحاكم شوفوا قد إيه فكان مكروه جدا الإنسان العشار ده الوحيد اللي اهتم بيهم المسيح وقال زكى في اهتمام بزكى عبارة يمكن تمر علينا مرور الكرام لكن الحقيقة احنا تعلمناها لما بص فوق لزكى وقال له يا زكى أسرع وأنزل ما قالوش أسرع وأنزل يا زكى ده زكى كل منعينه أنه يشوف المسيح طلع أن المسيح عرفه باسمه وهل الاسم ده يشكل أهمية للإنسان جدا الاسم ده غالي علي لما يجي واحد يقول لي زكى فلان قال له هو أنت فاكرني آه طبعا عشان كده يقول الكتاب نزل وقبيله فارحا فرحا ليه زكى قال ده أنا كنت عايز أشوف المسيح طلع عارفني باسمي مش بس كده ده لما قالوا عليه أنه رئيس عشرين وخاطي قال لهم هو أيضا ابن إبراهيم وهدخل بيته ويحصل خلاص في هذا البيت متى العشار الحقيقة كان من نفس الفصيلة مرة كنت عامل درس كتاب للولاد وقال لهم تفتكروا ليه متى لما المسيح قال له بكلمة واحدة اتبعني ترك كل شيء ترك الفواتير وترك الفلوس مسترك مكان الجباية ايه ده ليه واحد قال لي يابونا أصل وش المسيح كان جذاب وواحد تاني قال لي أصله سمع المعجزات بتاعته وعين طلع ولد شاطر كده قال لي يابونا أصل الوحيد اللي اهتم بيه هو المسيح عشان كده مشي وراه من غير أي كلام صحيح عايز تربح الناس اهتم بيهم من فضلك نمرة واحد احترمهم اتنين اهتم بيهم ثلاثة شاركهم ظروفهم والكتاب يقول كده فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين والمسيح الحقيقة كان يشارك الناس أفرحهم في عرصقان الجليل ويشارك الناس أحزنهم عندما كان يجلس مع العشرين والخطاء والزناء ايه ده مشاعر الناس دي شكلها ايه حزينة جدا لأن المجتمع برضو رفضهم لكن هو كان يشارك احساسهم ويقبلهم وقال من يقبل الي لا اخرجه خارجا عايز الناس تحبك وتكسبهم خلي عندك قلب متضع يحترم الناس اتنين يهتم بالناس تلاتة يشارك الناس اربعة يحتمل الناس يعني لما يكون واحد مدايق جدا ومتنرفز وانت كده بابتسامة بسيطة بهدوء بعدم رد الاهانة بالاهانة يقول لك ياه ده انا كنت مدايق جدا الوحيد اللي احتملني فلان انا بستريح لكن الحقيقة صاحب القلب المتضع يعمل اخر حاجة وهو يسطر على الناس يسأل واحد ايه رأيك في فلان لك انا بحبه جدا ليه اصل سمعت انه كان في مجموعة قاعدين بيتكلموا علي والوحيد اللي عارف عيبي ما فضحنيش تحبه جدا طب وفلان لا 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 تحبهش ابدا ليه من اين ما يقعد مع الناس يجيب سرتي ويفضحني ويشوه سرتي والحقيقة تعلمنا موضوع الستر ده او من الناس اللي اشتهروا بالستر هو ابو مقار وانتوا عارفين حكاية طبعا كلنا عارفينها لما جم احد يعني شوية من رهبان قالوا له ده فيه راهب بيستضيف واحدة عنده في القلاية وبعدين سبقهم وراح وخبط فالراهب قال مين قال له ابو مقار الرجل خاف جدا يودي الست فين كان عنده مجور حطها تحت المجور جاء ابو مقار قعد على المجور وطلع المسل اللي بيقول اكفي على الخبر مجور تعبو مقار الرهبان قالوا له مسكت الست قال لهم طلعوها حفظوا عرفوا قصدوا ايه طلع برا سمع صوت بيقول له طباك يا مقار لانك شابهت سيدك في سترك على الناس ارجوكو اول حاجة تكون عندكم وعندي انا كمان القلب المتضع الذي يحترم الناس يهتم بيهم يشاركهم يحتملهم واخيرا يسطر عليهم تاني حاجة عشان تربح الناس يبقى عندك عين بسيطة والعين البسيطة تشوف الحاجات الحلوة اللي في الناس في ناس كده انهم ناقدة تبص على الوحش وتعود تبص على الوحش وتنتقد الناس خلي عندك درب عينك تبقى عين بسيطة تشوف الحاجات الحلوة اللي في الناس وتمدحهم كتير عليها مرة رحت من يومين كده كنت في افتقاده بعين بزور والد بقول عايز عايز تطلع ايه قال لي عايز اطلع دكتور تلو كيس انا اتبص اوي اطلع دكتر عشان كنت دكتور طب ليه عايز تطلع دكتور قال لي اصل الدكتور بتاعي كل ما بيشوفني بيقول لي انت شاطر خلوا كلمة شاطر دي رفعت من معنويات وعايز يطلع زي شوفوا قد ايه فصاحب العين البسيطة يشوف الحاجات الحلوة اللي في الناس ويمدحهم عليها قصة شهيرة برضو عارفينها بتاعت ابو مقار لما كان ماشي مع التلميس بتاعه وبعدين التلميس سبق شوية لقى واحد شايل حطب كاهن وسني شايل حطب ورايح يقدم زبيحة للوسن فاول ما التلميس ابو مقار شاف المنظر ده دايق جدا وقال له قلويل لك يا رجل الشيطان الراجل سمع الكلمة الدايق قوي مين اللي بيقول الكلام ده بيبص وراء لقى تلميس ابو مقار ما تحلمش معاه رنه على الانيمة شال الحطب وابتدى يمشي سمع واحد بيقول له توباك يا رجل النشاط يلا توباك يا رجل النشاط بص لقى مين ابو مقار شوفوا ده بص على الحاجة الوحش اللي فيه وانتهروا عليها زعل منه وده شاف الحاجة الحلوة اللي فيه فمدحوا عليها وتحول هذا الكاهن من كاهن وسني لكاهن مسيحي أرجوكم خلي عندكم عين بسيطة عودوها تشوف الحاجات الحلوة اللي في الناس فتمدحهم عليها لكن هتقولولي طمه ممكن نلاقي حاجات وحشة في الناس نعمل ايه اعملوا ثلاث حاجات اول حاجة التمثلوهم العزر المسيح قال عبارة مهمة جدا قال لا تحكموا حسب الظاهر كل احكامنا حسب الظاهر احنا ما نعرفش فمن فضلك اطلع درجة ولتمث العزر دي اتنين صلي عشانه اللي بيغلط ده محتاج ان احنا نطلب من اجره طب تلاتة تلاتة دي انا ما عرفش عاملها يأكل انتم يمكن تعرفوا وتعملوها تنسب خطأهم ليك ايه ده احكي لكم حكاية ابونا مقار يعرف مين اللي هحكي عليه علشان ده دفعته يعني ابونا ارسانيوس عزيز الله يناح نفسه ابونا تاكل لبيب الكبير بتاعنا حكالنا الحكاية دي قال كنت انا ابونا ارسانيوس بنتناوب على منولة ست ست كبيرة يعني فرح ابونا تاكل يناولها فقالها قالت له خلي بالك قول ابونا ارسانيوس المرة الجاي الاسبوع الجاي انا مش هتناول ابونا تاكلة بيقول انا نسيت فرح ابونا ارسانيوس واخد المناولة وداخل على الست وخبط ست فتحت ايه ده انا قلت ابونا تاكلة يقول لك ما تجيش كده برضو يتعبك اي حد من الاباء هيقول معلش كلنا بننسى معلش اخدنا بركة ما حصلش حاجة لكن ابونا ما قالش كده قال لها الغلط مش على ابونا انه ما قاليش الغلط علي انا اللي ما سألتوش شوفين المستوى مستوى عالي بصراحة انا معرفش عمله قال لها مش العيب على ابونا انه ما قاليش العيب علي انا اللي ما سألتوش واخد غلط غلط اخوه نسبه لنفسه يعني تاني حاجة عشان تربح الناس خلي عندك عين بسيطة تشوف الحاجات الحلوة اللي في الناس وتمدحهم عليها قلنا نمرة واحد عشان بنسى واحد انتم نمتم منين واحد قلب متضع اتنين عين بسيطة تلاتة لسان حلو يعني موضوع بسيط هنشاورها كلها على اعضاء الجسم قلب متضع اسمع عين بسيطة لسان حلو اللسان الحلو يقول كلام حلو مش كده برضه كلام حلو يعني عبارات احترام عبارات توقير عبارات تقدير عبارات مديح زي الدكتور ده اللي قال الولد انت شاطر لكن العبارات دي نقولها لكل الناس وخصوصا من الاصغر منك سنا والاقل منك شأنا تاني الاصغر منك سنا والاقل منك شأنا تسأل ولد كده ايه رأيك في عم فلان يحبه جدا يا بون ليه اصل كل لما يطلب مني حاجة بيقول لي من فضلك ولما يجيب له الحاجة يقول لي متشكر طب فلان لا يا بون لا 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 مش عايزة شوفه خالص ما حبش هتعامل مع ليه اصلا ما يطلب مني حاجة يقول لي رحها لها هتلي اللي مش عارفوا ما بيحترمنيش يا بون طب تسأل واحد اقل منك شأنا سامحوني متأسف تمالي الناس اللي وقفين على باب الكنيسة العمال اخواتنا لو سألت واحد مثلا تقول له ايه رأيك في الأستاذ فلان اللي بيعدي عليك فيبص كده في الأرض مالك بس طب قول لي في ايه رأيك فيه يقول لي يا بون ده بيعدي وكأني هوا ما بيقوليش ازايك عامل ايه اخبارك ايه ظروفك عاملة ازاي ولادك اخبارهم ايه طب فلان ياه ده انا عايزه يدخل الكنيسة كل شوية لان كل ما يدخل يسألني علي وعلى اولادي عندنا عامل في الكنيسة حبه جدا جدا عشان الوحيد وانا ماشي يقول له سلام يا فلان يقول لي ربنا حافظ عليك يا بون ياه كلمة بتطرحني جدا فارجوكوا عايزين تربحوا الناس خلي عندكم لسان حلو يقول كلام حلو وخصوصا للأصغر منك سنا والأقل منك شأن الكلام تقول كلام يريح مش كلام يتعب احنا عايشين في كم تحديات واحباطات شديدة فخلي كلامك يريح مش يتعب كلامك يفرح مش يحزن كلامك يطمن مش يقلق كلامك يشجع مش يحبط كلامك يبني مش يهدم تسأل واحد ايه رأيك في فلان ده كل ما بيقعد معايا بيقول لي اخبار وحشة بيجيب لي اكتئاب وفلان كل ما يقعد معايا وانا بيقول لي ربنا موجود كله للخير كل اشياء تعمل معنا للخير ما تقلقش اكيد ربنا مرتب حاجة حلوة تحبه جدا تاني حاجة في الكلام الحلو منفضلكه عشان تربحوا الناس لا تكونوا كثيري اللوم والعتاب موضوع ده خطير جدا يعني عندي واحدة بتاعترف المنطقة بعيدة تقول لي انا بعت الهم اللحظة اللحظة اللي بيحط جوزي فيها المفتاح ويفتح الباب ليه قلت لي عمره عمره ما قال لي كلمة تشجيع كل ما يشوفني لومني انتي ما عملتيش انتي ما سوتيش انتي ما حضرتيش رغم ما يكون عاملة حاجات كتيرة جدا ما يبصش كل ده ارجوكو قللوا جدا من نظرات اللوم والعتاب مش بس كده والكلمات التوبيخ والتحقير والمقارنات واحنا عندنا مفهوم غلط في المجتمع الشارقي لما الولد ما يجيبش مجموع وما يجيبش نمرة حلوة شايف بنت خالتك شايف بنت عمتك شايف أخوك هيعمل ايه هيكره الناس دول كلهم ويكرهك أنا كمان يكرهك انت كمان ليه لأن انت مش شايف فيه حاجة حلوة انت عمال تقول له كلام يهدمه ويهدته واكسره فارجوكو بعيده عن كلمات اللوم والعتاب وكلمات التوبيخ والتحقير والمقارنات من الناس اللي بتتعب قوي اللي بيقرنوا نفسهم بالآخرين هتقولولي يا بونا طمه وممكن يكون في حد زعلني عايزة عدبه أو ماله بس لما تيجي تعدبه استخدم خمس حاجات واحد القتاب يكون بينك وبينه تسأل واحد بتحب فلان أبدا ليه أصله مرة أحرجني وسط الناس كلها وبقيت بشر مية وعايز الأرض تنشأ وتبلعني طب فلان لأنا باعزه جدا لأن كلما يجي عتبني بياخدني بيني وبينه في قوضة الوحدة يكون العتاب بينك وبينه اتنين يصبق العتاب مديح أنت جميل أنت حل وأنا بحبك بس خلي بالك من نقطة الفلانية زي ما المسيح عمل كده مع ملايكة الكنيس السبعة قال له عارف أعمالك وتعبك وصبرك ولكن عندي عليك قليل يقول له لست من الحاجات الحلوة وحاجة وحشة بس ثلاثة ما يكونش العتاب على السقطة واللقطة هقولك أنت أعد لي بقى أنت ما منين ما بتشوفني عمال تعاتلني يعني ما بعملش حاجة كويسة أربعة يكون العتاب للبناء مش للهد في ناس يعادوا عشان يهدوا اللقصادة وفي ناس يعادوا عشان يرفعوا اللقصادة خمسة عندما تعاتب أحدا جرحك لا تقول أنت ولكن استخدم أنا ليه لما تقوله أنت جرحتني هقولك ما أنت كمان جرحتني لكن قوله أنا تجرحت من الموقف الفلاني يقولك يا خبر هو وصل أن أنا أجرحك كده حقك علي محتاجين ثالث حاجة لسان حلو يقول كلام حل والكلام وكلام بعيد عن اللغم والعتاب والنقد والتوبيخ والمقارنات وإن وجب العتاب نستخدم النقطة اللي قلتها لحضرك نقول ثاني عشان أبنسه واحد قلب متضع عين بسيطة لسان حلو أربعة وجه بشوش مبتسم تسأل واحد إيه رأيك في فلان يا سلام ما من مرة أشوفه إيه لما اليوم يعدي زي الفل ليه أصله بيبتسم ابتسامة بسيطة تخلي اليوم كله حلو وفلان وشه يقطع الخامير أمي ما فيش مرة أشوفه إلا ما يبقى الشرف وشي بيقوله بيقوله أن الابتسامة دي مفتاح سحري يجعلك تدخل القلب بدون استئزان فعلا وش الواحد كده المبتسم يخليك كأنك تعرفه من زمان ويقوله كده أنها إشارة الأمان للقلوب المضطربة فخلي بالكم النمرة أربعة مش هتكلم فيها كتير وجه بشوش مبتسم نقوله أربعة حاجات تاني شدوا حيالكم معاي عشان خاضر واحد قلب متضع عين بسيطة لسان حلو وجه بشوش مبتسم أربعة أذن صاغية أصدفين وعين من الأذن فيه أذن سلبية وأذن إيجابية والأذن السلبية اللي بيتقال عليها ود من طين ود من عجين دخل الكلام من هنا تعدي من هنا أما الأذن الصاغية اللي الكلام يعدي على الآذان ويمر على الآذهان وبعدين بعد ما يمر كده ندخل في حاجتين يا إما نتكلم يا إما نصمت الأذن الصاغية يتحرك معاها العين والملامح والكلمات والأيدي فواحد تسأله إيه رأيك في فلان قللك عم أحبه جدا ليه أصلي لما بعد أتكلم معاه أول حاجة بيعملها بيقفل الموبايل يقول لي أنا مركز معاك وبعدين عيني في عينه فبعرف إنه هو سمعني عيني في عينه ولما أقول له حاجة مديقاني يقول لي ما تقلقش ربنا معاك ولما أكون بعيد يطبطب علي ولما أقول له حاجة صعبة ألاقي ملامحه بتتحرك معايا حواجبه طلعت ووشه كده اندهش بعرف إنه مركز معايا طب وفلان جبت صرته ليه أبونا ده لما بتكلم معاه أول حاجة ووشه قايد عني ولما أقول له يا فلان يقول لي أيوه معلش سرحت منك عايز الناس تربحهم ويحبوك خلي عندك أذن صاغية عينك في عين المتكلم ودانك معاه مركز معاه تقفل الموبايل وتسمعه والحقيقة ربنا عمل كده في سفر ملاخ ميخة لما قال سفر ملاخ قال الرب سمع وأصغى وكتب في كتاب سفر تذكرة خالوا ربنا عايز يطمن قال لمتقو الرب قال لهم ربنا سمع وأصغى وكتب شوفوا قد إيه بقى أصلاهم كانوا خايفين يا رب هيعمل معانا إيه قال ده أنا سمعك ومركز معاك وبكتب لدرجة إنه مرة داود قال لربنا يا رب أمل أذنك واستمعني يا رب ركز معايا هقول لك كلام مهم عايز تربح الناس نمر خمسة خلي عندك أذن صاغية دول خمسة تاني واحد قلب مطدع عين بسيطة لسان حلو وجه بشوش مبتسم أذن صاغية ستة ايد ممدودة أول حاجة ايد ممدودة للصلاة تسأل واحد فلان بتحبه ألا أحبه إزاي أبونا أتعامل معاك إزاي ده لما بقوله صليلي يقول لي لما صلي أنا الأول الله طب وفلان لا 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 فلان ده أنا بعزه جدا لأنه كل مرة أقول له صليلي يمسك ورقة ويكتب اسمي وييجي تاني يوم يقول لي أنا صليت لك وتصدق أبونا المشكلة بتتحل بصلاته ايد ممدودة للصلاة اتنين ايد ممدودة للعطاء في ناس كده تقعد مع الناس عايزة تاخد منهم ما تدهمش دول مش محبوبين لكن إنسان اللي بيدي إنسان محبوب جدا 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 وآخر حاجة ايد ممدودة للخدمة فلان ده حبه قوي ما من مرة أحتاجه إلا ما لقيه وفلان لا 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 ده لما كلمه ما يردش علي ولما أطلب منه حاجة يقول لي مش فاضي ولما تزن يقول له مش عارفه يتحجج لي بإيه عايز تكسب الناس خلي عندك ايد ممدودة للصلاة من أجلهم اتنين للعطى ليهم تلاتة لخدمتهم آخر حاجة كيان مختلف مهم كيان مختلف كيان مختلف أول حاجة الناس كلها كلها تتكلم كتير وتعمل قليل خليك العكس بقى اعمل كتير وتكلم قليل أحكي لكم على حكاية خطيرة جدا في موضوع الكلام القليل والعمل الكتير مرة أحد الخدام راح عشان يبشر في مدينة من المدن وبعدين قعد يتكلم عن المسيح أسبوع اثنين تلاتة أخر الشهر الناس مركزة جدا معاه فسألهم في اللي قالوا ولا واحد عارف يجاوب أتاري الناس ما كانوش مركزين متأسف كانوا متنحين ليه؟ قال أصل لغته غير لغتهم فمش فاهمين حاجة الراجل تصدم جدا بعد تلغراف للإرسالية بتاعته قال لهم شوفوا لي حد لغته زي لغة الناس مش عارف أكلمهم عن المسيح ردوا عليه بتلغراف صادم قالوا له ما فيش حد دلوقتي استنى لما ربنا يسهل ربنا سهل بعد قد ايه؟ سنة اثنين تلاتة جالوا واحد الحمد لله فرجت اديه الخدمة أخذ بعضه ومشي الراجل ابتدى يكلمهم عن المسيح لغته زي لغتهم فما كانوش متنحين كانوا مركزين فآخر الشهر بيقول لهم يا ترى مين المسيح؟ ابتدوا يجاوبوه بس واحد رفع صباح وقال له من فضلك المسيح اللي بتكلم عليه ده بقاله قد ايه؟ قاله ده بقاله خمسمائة سنة وأنت غير صادق المسيح اللي بتكلم عليه الراجل اللي قابلك هو لم يكلمهم عن المسيح لكن شافوا فيه محبة المسيح واتضاع المسيح وتسامح المسيح أرجوك أرجوك عايز الناس تحبك اعمل كتير وتكلم قليل ولوء الطبيب لما أول ما ابتدى يتكلم فأعمال الرسل قال للعزيز توفيرس هقولك على كل ما كان يسوع يعمله ويعلم به لأنه فيه مثل بيقول الأعمال أعلى صوتا من الأقوال وتملي القدوة عزة صامتة مفعولها أقوى ومدتها أطول يعني أنا الخادم بتاعي لا أتذكر له أي كلمة ألهالي لكن لم ولن أنسى وقفة صلاة هو مسافر كل ما ييجي كل سنة ما ييجي يعني اسكندرية بوطي على أيده وأبوسه أقول لها ما يصحش أقول له أنت علمتني إزاي أقف أصلي فأول حاجة في الكهية المختلف ما تعملوش زي بقية الناس اللي بتتكلم كتير وتعمل قليل تعملوا كتير وتكلموا قليل سيدنا البابا كرولوس لما جاه وبقى بطرك ما مسكش كده ميكروفون ولا قال قرار أن كل الناس تصلي قدس كل يوم هو بقى يصلي كل يوم ودلوقتي كتير من الكنيس بتصلي كل يوم تاني حاجة في الكيان المختلف لا تعامل الناس مثل ما يعاملوك الطبيعي إن الناس بره يقول لك اللي يحبك حبه اللي يكرهك يكرهه ما تعملش كده يقول الكتاب لا يغلبانك الشر بل اغلب الشر بالخير أحكي لكم حكاية أحد الناس اللي كانوا شغالين في الحكومة وبعدين كان الرئيس بتاعه بيديقوا جدا ويتعبوا قوي قوي ومقفلوا العلوات والترقيات كل حاجة وبعدين بعد مدة الرجل ده طلع على المعاش وصادف إنه جاي يخلص حاجة من الهيئة اللي كان شغال فيها فأول ما دخل الرجل اللي كان على الأسانسير اللي كان بيفتحه الأسانسير وأهلا يا بي وأهلا يا باشا عملوا باحتقار كده خلاص ما بقاش المنصب بتاعه المهم قال لهم أنا عندي موضوع يعني عايز أخلصه مين يخلصه لي قالوا له الرجل المسيحي فلان الرجل اتخض قال ينهر بيض ده نايم عملت فيه هيعمل ليه هو إن شاء الله فيه أبا يقدم رجلي أخ رجل غاية لما وقف عند باب القوضة بص لقى الإنسان المسيحي ده قام ورحب بيه قال له تفضل تحت أمرك الهيئة نورت طلباتك الرجل مش عارف يقول إيه فبقى يتلعسن في الكلام لغاية لما قال الطلب بتاعه وقال له تشرب كباية شاي وقال له قهوتك تلاقي الحاجة خلصانة وبالفعل خلص له الحاجة ورجع الرجل بكى قال له أنا بعملك كده وانت تعملني كده خليك مختلف عن الناس لا تعامل الناس بمثل ما يعاملوك المسيح الحقيقة عمل كده مع بطرس اللي أنكره ومع تومة اللي شك فيه ويقال كده حد تأمل تأمل لطيف قال المسيح قال لبطرس أتحبني ثلاث مرات ليه؟ قال أصله بطرس أنكره ثلاث مرات إذا اعتبرنا الإنكار مائس ثلاثة والحب زائد ثلاثة تبقى النتيجة صفر سمحه دون أن يوبخه أو يعاتبه أو يجرحه أو يحرجه خليك كده عشان كده بطرس عمل إيه؟ بكى بكاء مر خليك عايز تربح الناس خلي عندك كيان مختلف اعمل كتير وتكلم قليل وخليه قدوة اتنين لا تعامل الناس بمثل ما يعاملوك أخيرا خلي عندك كيان مختلف واعتذر عندما تخطئ الناس ما تحبش الإنسان المتكبر ولك فلان ده مهما غيرت ما بيقولش متأسف أنا غلط وفلان يا سلام ده لو غالت غلطة قد كده يعترف بخطأه فاحنا نحبه جدا نقول السابع حاجات تانية واحد قلبه متضع عين بسيطة لسان حل وجه بشوش مبتسم أذن صاغية ايد ممدودة كيان مختلف كل مرة حضرتكم طيبين لإلهنا المجد الدائم